كادت الرصاص أن تنال من واحد منهم ولم تستطع لكن قذائف مديشي الحثي والمخلوع نجحت من قبل بتحويل هذا المكان الذي أصبح ميدانا لهذه المعركة إلى ركام أما هؤلاء الصامدون أكثر من حجارة تعز المتناثرة هنا فلم تستطع الرصاص ولا القذائف بجعلهم يتراجعون عن حقهم في الدفاع عن هذه الأرض ولو أصبحت دمارا يضع المقاومون أرواحهم على اعتبات إعقاب بنادقهم ويتقدمون نحو ذلك العدو المتربص بهم يسورون في أزقة الجحملية وهي هكذا أطلال شهدة على بشاعة مقترفته الميليشيا في مدينة تعز أطلال حولها المقاومون إلى جدران عزلة يحتمون فيها عند مواجهة رصاص الميليشيا وبيوت مهدمة قادرها قاطنوها بالرغم عنهم لتصير اليوم أماكن للإحتماء ففي هذه المدينة يشارك الجميع بالدفاع عنها حتى بقايا الجدران هنا أزقة المدينة وشوارعها تعيش أحيانا حياة طبيعية بالرغم من الحرب القائمة فيها لكنها ما تلبث لأن تتحول بأي لحظة إلى أماكن تدور فيها مواجهة واشتباقات عنفة أصوات الرصاص تسمع بشكل يومي بل أصبحت جزءا من روتين المدينة وأهلها أما الموت فلا يستطيع المغادرة فما تزال الحرب تدار هنا